وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أركة تصميمات الهندسية وأكبر توسعة ممكنة في كافة المداخل المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة من كل الاتجاهات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وخلال اجتماع آخر استقبل رئيس السيسي مستشار ملك البحرين لشؤون الدبلوماسية حيث أكدها الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق في وجهة النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى سيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البحريني إلى القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ومشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية وتوافق في وجهة النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا من جانبه عرب الشيخ خالد بن أحمد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقل لسيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات السنائية على مختلف الأصعيدة خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2022 كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية بما في ذلك المحور التي تم إنشاؤها مؤخراً للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى حيث تم استراد مجموعة الكبرى الجديدة على الطريق الدائري التي حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعتها السكنية المختلفة ومناطق وأحياء شرق القاهرة والتي ساعدت في اقتصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين وحققت السيولة المرورية كما تم استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان بحيث يشمل مختلف الخدمات خاصة رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات الاجتماع شهد كذلك عرض التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات المتنوعة النشاط سواء الهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بالاستفادة من تلك الأراضي على نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة كما تم أيضاً عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل العاصمة الإدارية حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق أرقى التصميمات الهندسية وأكبر توسعة ممكنة في كافة المداخل المؤدية إليها من كل الاتجاهات وذلك في سياق معمري حديث ذي طابع حضرية خاصة المساحات الخضراء والغابات الشجرية وذلك على نحو يتسق مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة وما تجسده من الانتقال إلى الدولة الحديثة بمفهومها الشامل ترجمة نانسي قنقر